اشتركوا في القناة 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 ليش؟ لانه الشمس الان موجود في بيتكم السادس يعني هاي الفترة مش بطالة انا بحكي على مستوى العمل وعوء على مستوى الصحة لبعضكم بس ما رح يكون فيها معجزات وما رح يكون فيها مشاكل كبيرة ممكن الشيء الوحيد اللي بيتطلب اهتمامك هو الصحة لانه طاقتك رح تكون ضعيفة يعني منقدر نقول انه الوضع متقلب بالعموم ومتناقض مرة معك ومرة عليك انجز عملك وما تهمل فيه ما تستخف بالمطلوب منك سر نجاحك هذا الشهر الدقة والتنظيم واحترام الموعيد فيه اشياء رح تتركز عليك هذا الشهر وخصوصا المال اللي بعود لك من شراكة يا شراكة مالية يا شراكة عاطفية يا اموال الها علاقة بامور ميراث ضريبة تأمين اشياء من هذا القبيل او نوع من انواع الدعم او قروض وبدكوا تتجنبوا مواجهة خصوصا مع افراد العائلة وبدكوا تحذروا النيران والادوات الحدي وخصوصا لستات او الرجال اللي بيشتغلوا في المجالات اللي فيها نيران وادوات حدي بعد تسعتاش الشهر هون الشمس رح تقابلك يعني فترة سلبية اكثر من بداية الشهر رح تحمل مواجهات وخصومات او توتر مع شخص او مع جهة معينة اهم اشي انك ما تخالف القوانين او التعليمات او تدخل في شؤون الاخرين اذا عرفت انك تحمي علاقاتك مع حبيبك الحظ بوعدك بارتباط واذا كنت عزابي رح تكون الامور ايجابية اما اذا كبرت الخلافات فممكن تخسر الشريك او ممكن يكون في نوع من انواع القطيعة كون دبلوماسي في التعامل وخصوصا مع الاخرين لا سيما مع الاهل ومع الاحباء اما بالنسبة للخارطة الفلكية بالنسبة للبيت الاول يعني شخصيتك روتينية تقريبا في اغلب الايام فعشان هيكي على طبيعتك اذا انت من الطبيعة اللي انت مرح وعندك نوع من انواع التواصل وعندك قدرة انك تشحن حالك بطاقة ايجابية فهذا الشهر رح يكون مميز اما اذا كنت من الاشخاص النكدين والاشخاص اللي بتبحث عن المشاكل وعن المأساة وعن الظلم وعن الشغلات اللي زي هيك وبتظلك عايش هذا الجو فعرف ان هذا الشهر رح يكون متعب جدا عليك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور المالية يعني ما رح تكون ملزمة او ضاغط عليك بشكل كبير رح يكون في فرص كثيرة عندك مالية خلال هذا الشهر رح تجيك اغلبها من الاشخاص خصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في العمل الاضافي او بيشتغلوا في الصفقات التجارية او بيشتغلوا في الاعمال الحرة هدولة ممكن يستفيدوا ماليا خصوصا من البيت الثاني ولكن بدهم ينتبهوا انه فيه ايام رح تضغطهم وتخلي عندهم نوع من انواع لتفشش بالمصاريف يعني مشتريات غير ضرورية او تنزلوا على السوق تشتروا اشياء انتو مش بحاجتها هو انا بقولكو حاولوا تقللوا من المصاريف الغير ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيك فترة بتلاقي الامور فيها نوع من انواع النشاط الفكري عندك يعني مثلا اسبوع بتلاقي بدعمك بشكل قوي جدا ما رغبي بالسفر بالاتصالات بالرحلات بالتنقلات بالدراسة بالمطالعة بالنقاشات بكل شيء عندك رغبي وفاجأة بتلاقي هالامور مرة واحدة رجعت اسبوع ثاني دخلتك في ستين حيط يعني بتصير تحس حالك انو انتي لا عندك قدرة للنقاش وبتصير مخربط وبتصير عصبي وبتصير مزاجك معكر وبتصير الامور عكسية وسلبية عشان هيك انت حاول تاخذ الايجابيات الايجابية طبعا عشان تتابع البيوت انت بالتفصيل كل يوم بيومه في التوقعات اليومية احنا بنذكر كل البيوت وبعطي كل اشي الاو علاقة في كل بيت شو بيأثر عليك في يومها فعشان هيك بقولك هذا بالنسبة للبيت الثالث يعني بدك تكون انتي اتقدر امتى الامور جيدة معك وامتى الامور سلبية معك لازم تتابع الابراج اليومية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه تقريبا معظم الشهر رح يكون فيه ايام فيها نوع من انواع الحدية في التعامل داخل البيت او مع اهل البيت مع الاخوي مع الاولاد مع الوالدين يعني فيه نوع من انواع المشاكل اللي رح تطلع فيها نوع من انواع التوترات المستمرة يعني بتهدالها يومين ثلاثة تعود ترجع بتشدلها يوم او يومين بتوترك فعشان هيك بدك تكون محتاط واكثر فترة طويلة يعني فيها نوع من انواع الحدية هي اخر اسبوع رح تلاقي انه الامور يعني وصلت لمرحلة انك انت بطلت تقدر تتحمل ضغوط كاملة على مستوى البيت رح تكون فعشان هيك حاول انك تأقلم حالك وترتب امورك على اساس انه ما يصير في هذا الضغط في منك ممكن يطلع من مكان سكنه ينقل على سكن ثاني في منك ممكن يرتفع عليه قضية العلاقة بالسكن فعشان هيك بتكونوا جاهزين لهاي الامور حاولوا انك تسكروا الفوتير واي اقصاط عليكو او التزامات العلاقة بالسكن تكونوا منهينها اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور يعني شيئا ما فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى العاطفي ولكن حضوض بقولك ما تغامر على الحضوض نهائيا خلال هذا الشهر بدك تكون عقلاني بحت عواطفك وحضوضك بدك تحطها على الجنب في فرص جيدة لبعض الاشخاص اللي علاقاتهم بتكون جيدة وخصوصا بالفترة الثانية من الشهر اللي هي من يوم 19 الشهر ممكن يكون فيه اشياء لها علاقة بالارتباط او بالتواصل او تطوير علاقة لمرحلة الارتباط ولكن في فترات طويلة في خلال الشهر هاي بكون فيها نوع من انواع الصدامات والعصبية بدك تكون حذر وحاول تمسك حالك من العصبية اما بالنسبة للبيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة واللي هو الشمس اساسا موجود فيه راح تلاحظ انه فيه اشخاص راح تنقبل بعمل فيه اشخاص راح تيدم طلبات عمل ويتوافق عليها فيه اشخاص ممكن انها تترك عملها وتشتغل في عمل اخر ولكن انا بقول لك اللي عنده عمل يحاول يمسك فيه هذا الشهر وما ينقل لعمل تاني الا اذا تأكد من اوراق والبيانات والعقود بشكل عقلاني فيه نوع من انواع الحدية ممكن توصل بينك وبين الناس اللي انت بتشتغل معهم او في مكان عملك وفيه فترات راح تكون فيها جسمك ضعيف بحاجة للرعاية اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فانا شايف انه فيه ايجابية بتيجي برضو نفس الشيء بشكل متقطع فعشان هيك بقول لك انه هذا الشهر بيحمل لك فرص على مستوى الشراكة وبرضو فيه نوع من انواع التناغم ما بينك وبين الشريك ولكن اذا ما عالجت الامور قبل 19 الشهر اعرف انه بعد 19 الشهر المشاكل هاي بدأت تتفاقم وتكبر اذا قدرت تعالجها صح معناته الفترة راح تكون مبشرة بالخير بعد النص اللي هو بعد 19 الشهر اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيحمل لك فرص كثيرة لها علاقة بالاموال او الفرص المالية اللي هي الاموال اللي مش ملكك يعني الاشياء اللي بتيجيك نوع من انواع الدعم اما قروض او اشياء لها علاقة بميراث او مساعدات خارجية او اشياء لها علاقة بالمستردات مثل مستردات من ضريبة او من تأمين او اشياء انت كنت مدينها لاشخاص وبترجع لك ولكن حاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه كل الحظ راح يكون على هذا البيت في منكو كثير ناس راح تهاجر او راح تسافر سفر بعيد في اشخاص منكو راح تنقل مكان اقامتها لمكان ثاني في اشخاص راح يكون عندهم امتحانات جامعية ورح يبدعوا فيها في اشخاص راح يكون عندهم اشياء لها علاقة بالتواصل مع شركات خارجية وممكن حتى تعليمية وينجحوا فيها بشكل كبير وخصوصا للفترة ما بعد ثمانية شهر تبدأ الامور بالتصاعد بالحظوظ بشكل قوي حتى نهاية الشهر اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور على مستوى بيتك العاشر يعني شوي متقلبي فعشان يكون نقولك انجز العمال الضرورية منك خلال هذا الشهر وحاول انك ما تدخل بخلافات مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل وحاول انك ما تدخل بحدية بالتعامل معهم على اساس انه ما يصير اي مشاكل على مستوى عملك هذا ما تحاول تترك عملك لانه يعني الفرص ضعيفة انك تجد عمل ثاني في مؤسسة كبيرة اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء والعلاقات الشهر هذا رح تنشط كثير في علاقات واتصالات ودعوات وحضور حفلات او اشياء من هذا القبيل رح يكون النشاط فعلي وواضح تماما ممكن يدعمك هذا في كثير من الامور ممكن تتعاون انت وبعض الاصدقاء او بعض المعارف لحل مشكلة معينة او انهم يساعدوك في حل موضوع معين كان صعب جدا انك تتحلوا لحالك ولكن في اخر اسبوع بدك تنتبه انه ممكن تنكشف قدامك صداقة قديمة كانت هاي الصداقة تعتبر اشي مثالي بالنسبة للك وتدخل بنوع من انواع الحدية والصدام معها لدرجة انه ممكن تنقطع هذا العلاقة يعني او يصير جفى ما بينك وبينهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو امن فعشان هيك منلاقي انه هذا بدعمك شوي على المستوى الشخصي وفي نفس اللحظة على المستوى النفسي ممكن تنجز كثير من الاعمال اللي عندك وممكن تراقب وزنك او وضعك الصحي ممكن تدخل بعلاجات جديدة او اشياء لها علاقة بالمكملات الغذائية راح يكون لبعضكم زيارات للمستشفى او لا سجون ايك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء